هتكلمنا الدكتورة هيا على بيو كيمستري البداية أحب أرحب بلتشير بيرسونز ويسعدني ويشرفني أن أنا أتكلم قدام أسد زيتي دكتورة سناء ودكتورة ياسمين وأحب أشكر دكتور إيهاب أنه شرفني أن أكون مع حضراتكم النهاردة وأهني دكتور سامح أستاذنا على نجاح هذا المؤتمر الرائع من زمان من أيام الكلية أنا مش بحب البيو كيمستري وحضراتكم حد كان بيحب البيو كيمستري حدش كان بيحب البيو كيمستري فإن شاء الله النهاردة هنفك الشفرة بتاعة الفات بعيدا عن كلاكية البيو كيمستري من زمان بدأت الإعلانات تتجه على السوشيال ميديا تتجه أن هم يبتدوا يحطوننا السم في العسل يعني يبتدوا يقولوننا على حاجات مش صحية ويبتدوا يقولوننا دي حاجات صحية دي حاجات زي مثلا التسويق للمارجرين أو السمنة المهدرجة النباتية على أنها أخاف وأحسن من مصادر دهون تانية وفي الفترة الأخيرة برضو بدأت السوشيال ميديا والفيسبوك والحاجات دي كلها تبتدي أن هي يبتدي يظهر فيها تريندز وموضة وحاجات كتيرة الأول يقولوننا نو فات طب لو فات طب هاي فات والكيتوجينيك دايت حضراتكو حضراتكو أكيد سمعتوا عنه طب في الآخر هنعمل إيه لو فات والله هاي فات لازم نبقى فاهمين كويس قوي أنواع الفات وهنختار إيه منها عشان نبتدي إن إحنا ندي لأولادنا من غير ما يحصل مشكلة طيب في الأوال نحب نسأل سؤال طب هو الفات دا حاجة كويسة أم لا محتاجينها أم لا حاجة محتاجينها إحنا محتاجينها محتاجينها عشان محتاجينها عشان محتاجينها عشان محتاجينها عشان وتدخل في وميتابوليزم بتاع هرمون كتيرها مهمة كمان عشان مهمة كمان في الفليبر هي بتدي الأكل طعم يعني اللبن الخالي الدسم أو السكمد بعملوا إيه؟ شالوا الفات منه أو معظم الفات منه إيه اللي حصل طعمه بقى وحش حد من حضراتكو ده اللبن السكمد مش طعمه مش حلو رغم أنه هم قاعدوا يحطوا عليه شجر أو زودوا عليه الشجر عشان يتخطوا قصة طعمه اللي هو مش حلو طيب يلا نبتدي إن إحنا نفك الشفرة بتاعت الفات طيب هو الفات ده عبارة عن إيه معلش حتة بايو كيمستري كده رخمة هو الفات ده بيتكون من إيه؟ من جليسرول ومعايا فاتي أسد الفاتي أسد كل جليسرول بيمسك فيه ثلاثة فاتي أسد يكون لي حاجة سباة اسمها تراجل سرايد تراجل سرايد دي هي المين كومبوننت في الناترال فات وإيه اللي إحنا بنبتدي إن إحنا ناخدها في أكلنا طيب هو الجليسرول ده زي ما حضراتكو شايفيني منها منسك فيه ثلاثة الفاتي أسد اللي إحنا قلنا عليه حسب النومبر بتاع الكاربونز عندنا الشورتشين فاتي أسد ورίνنا البيديا ميتشين فاتي أسد وعندنا اللونج تشين فاتي أسد وزي ما حضراتكو شايفين إن الكاربون مسك فيه هايدو جين فوق وهايد التح ساعات بيحصل إن الكاربون يمسك اتنين double bond نلاقي double bond بين 2 كاربونز لما يبقى فيه double bond بين 2 كاربونز يبتدي نقول إن ده unsaturated الفاتي أسد ودي تأثيمة تانية يبقى إحنا عندنا حسب التشين طولها ايه؟ شورت تشين، ميديام تشين و لونج تشين وعندنا كمان حسب الدبل بوند موجودة ولا لا؟ لو الدبل بوند موجودة بين التو كاربون يبقى ده انساتيوريتد فاتي أسفت طيب تعالوا نشوف الموضوع أدقه، أنواعه، ايه الحاجات ايه الـ types of fat؟ أول حاجة عندنا الساتيوريتد، زي ما اتفقنا الساتيوريتد دي مفيش فيها دبل بوند الكاربون ماسك في هيدروجين فوق وهيدروجين تحت طيب الساتيوريتد دي بتبقى solid at room temperature دي حاجة مهمة عشان نبقى عارفين طيب ايه الـ examples ديها؟ ممكن نلاقيها في اللحوم ممكن نلاقيها في البتر، ممكن نلاقيها كمان في زيت جوز الهند طيب هي عليها debate وهنتكلم فيه بس متهمة ان هي بتزود risk of heart disease تاني نوع من الانواع الفات هي trans fat trans fat دي هي وحشة جدا وهنشوف الكلام ده بعد كده trans fat بيبقى فيها برضو double bond بس هي بتبقى entrance configuration يعني ما بتبقى مفرودة وبتبقى solid أو semi-solid at room temperature زي ايه؟ زي المارجرين اللي هم عملين يسوقوا هلنا ان هي نباتية واستخدموا كلمة نباتية اللي هي اقرب للناس بيبقوا فاهمين ان النباتية دي يعني حاجة صحية وكويسة وهي ابعد ما تكون انها صحية وكمان الحاجات الprocessed بيبقى فيها trans fat ودي بتزود risk of heart disease في عندنا البونوساتيوريتد fatty acids لما يبقى عندي double bond في الكاربون دي اسمها مونوساتيوريتد وأشهر مثال لها هو زيت الزاتون هي may reduce the risk of heart disease وعندنا البولي انساتيوريتد fatty acids البولي انساتيوريتد fatty acids بتبقى فيه كذا double bond بتبقى insist configuration يعني هي بتبقى متنية زي ما حضراتكم كده شايفين ما بتبقاش مفروضة زي trans fat ودي may reduce the risk of heart disease وأشهر مثال لها الفاتي fish والcorn oil والsunflower oil دي تقسيمة تانية برضو أو يعني بشكل مختلف مقسمها unsaturated وسaturated وإيه الإجزامبلز اللي عليها وتحت حطيت لي حسب classification حسب carbon number يعني احنا عندنا short chain fatty acid أقل من 8 carbon والmedium بتاعتنا من 8 إلى 12 والأكتر من 12 أو من 13 لأكتر هيبقى دي long chain fatty acid طيب في حاجة عايزين نقولها هنا ان احنا عندي ممكن يعني مثلا for example coconut oil هو medium chain fatty acid عشان number of carbons وهو كمان saturated fatty acid هو في room temperature بيبقى solid عشان كده دي حتة مهمة قوي نقدر نفرق بينها لو زيت جوز الهند مخشوش لو لقناها سائل يبقى دامش زيت جوز الهند ده محطوط عليه حاجة تانية دي برضو تأثيمة تانية حطوها وحطوه حسب examples كتيرة بقى animal source ولا plant source لكل حاجة saturated والmono وشايفيني trans fat حطيناها عاملين عليها ايه trans fat دي حاجة وحشة جدا trans fat دي من الحاجات الضرر اللي احنا مشروع المفروض نحطها في أكل ولادنا خالص طيب هي احنا زي جات trans fat دي عملنا ايه احنا اللي عملناها الانسان هو اللي عمل كده ان هو بدأ يعمل hydrogenation لخد الزيت السائل وبدأ يعمله هادراجة ويحوله اللي سامنا او زبدة بالشكل اللي هي زبدة المارجرين دي بالشكل انها تبقى solid at room temperature طيب ده بيعمل ايه بيزود لي LDL وبيقلل لي HDL طيب الحاجات التانية هنتكلم بعد ثانية واحدة بس هنقول HDL ايه والLDL ايه عشان نفهم بالضبط ايه قص طيب تأثير types of fat على cholesterol level طيب احنا اول حاجة different fat زي ما قلنا المونوانساتيوريت بتعمل ايه بتقلل LDL وتعلي HDL البوليانساتيوريت fatty acids بتقلل LDL وبتزود HDL الساتيوريت دي بقى ايه بتعمل بتعلي LDL وبتعلي كمان HDL عشان كده هي عليها question mark وتترانسفات دي بتعلي LDL وبتقلل كمان HDL وهنتكلم على الساتيوريت fat كمان شوية والدبيت اللي علي طيب هو ايه HDL والايه LDL اللي احنا عملين نقول عليهم لما يبقى فيه excess fat في الاكل بتاعنا بيبتدي HDL يتعامل مع الاكسسس كوليستيرول اللي موجود ده وياخدوا من البلود بيسلز يودي للليبر عشان يحصل له excretion طيب LDL بيعمل ايه بيعمل العكس بياخد الكوليستيرول من الفات من الليبر ويودي يحصل في البلود بيسلز عشان كده بنسمي HDL اللي هو الدهون النافعة والLDL من الدهون الدارة اللي احنا مش عايزين نعلي النسبة بتاعت طب احنا عملي نقول الكوليستيرول وياخد الكوليستيرول ويودي الكوليستيرول طب هو ايه كوليستيرول اساسا كوليستيرول هو عبارة عن حكتين كوليستيرول فيه دياتري كوليستيرول احنا بناخده في الاكل كوليستيرول اللي بناخده في الاكل ده بيبقى animal based food يعني لازم السورس بتاع يبقى في حاجة فيها animal based food زي ايه اشهر حاجة هو ايجيوك سفار البيضة هو اشهر حاجة فيها كوليستيرول في حاجة مهمة قوي ان الكوليستيرول مش من يعني عمري ما هجيبه من مصدر نباتي ففي خدعة برضو بيعملوها في الاعلانات ان هم يجيبوا الزيوت النباتية فيقول هي خالية من الكوليستيرول هو منطقي ان ما يبقاش فيها كوليستيرول اما الكوليستيرول اللي في البلود ده هو اللي بنقيسه اما ديجي نقيس الكوليستيرول في دمنا هو ده الكوليستيرول اللي بيبقى في البلود ودي واكسي سابستنس الليبر هو اللي بيصنحها وزي ما قلنا اللي بيتعامل معاها او بتدخل مع الليبوبريتين الHDL والLDL ويبتدوا ان هم الHDL زي ما اتفقنا النافعة اللي بتاخدوا من اللي بيزلز توديه اللي بروي العكس مع الLDL طيب في حاجة كمان عايزين نعرفها ان احنا في الطبيعة المصادر بتاعت الفات بتاعتنا بتبقى ساتيوريتد وانساتيوريتد مع بعض تاكزامبل كده مثلا الكوكونات اويل هو مينلي ساتيوريتد بس فيه برضو مونوانساتيوريتد وهكذا الاليب اويل برضو هو مينلي مونوانساتيوريتد بس فيه برضو نسبة من الساتيوريتد والبولي انساتيوريتد فاتي طيب احنا عملين قولة ترانسفات وحشة ترانسفات وحشة وعايزين ما ندخلهاش فأكلنا طب اي رأيكم الحاجات اللي هي لابل ان هي زيرو ترانسفات نجري عليها وناخدها ولا لازم نفكر قبلها مش هنجري عليها وناخدها لازم نفكر ساتيوريتد فاتيوريتد مش هلسي فتبتدي ان هي تضرينة في حاجة كمان الماضي اللي معاها يعني هي مثلا معاها الماضي بتاعها هل هي فيها حاجات مهمة مفيدة لأطفالنا ولا لأ فمش لازم ان احنا نجري عليها لازم الاول نبص على الفود والنتريش بتاعها طيب الساتيوريتد احنا قلنا الساتيوريتد دي عليها ديبي هي وحشة ولا حلوة الاسف هي فيه استجمع على الساتيوريتد فاتي أسد ان هي مضر لكن الساتيوريتد فاتي أسد والهارت ديزيد دي بابرز كانت منشورة سنة 2021 قالت لنا انما فيش سيجنيفكينت السوسيشيشن كانت بين التوتال ساتيوريتد فاتي أسد و الكورو كارديو فسكولر دي دي كمان واحدة عشرين واحدة وعشرين برضو قالت ان الهار انتاك وديري فات وهي ساتيوريتد فاتي أسد كانت 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 عشرين واحدة وعشرين قالت لنا انما كانش فيه strong association بين التوتال فاتي أسد والساتي فاتي أسد وكمان الانسدن لف كورونا دي برضو قالت لنا ان برضو ان مكانش فيه beneficial effect ان احنا نقلل الساتيوريتد فاتي أسد على الكارديو فسكولر دي 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 فلازم نبتدي ان احنا نعيد النظر تاني ونشوف ونبص ساتيوريتد فاتي أسد بيزد مش بس ساتيوريتد فاتي أسد بيزد لا فود بيزد هو معاه ايه وانا هاخد الساتيوريتد هي مش هتزود risk of cardiovascular disease فلازم نبقى نعرف احنا بنختار ايه بالضبط وتاني بقول انا بتكلم على saturated فاتي أسد مش على وكمان لازم نخلي بلنا لو حد عنده medical condition لازم ساعتها هيبقى saturated فاتي أسد هتبقى بحساب واستاذتنا دكتورة ساناق هتكلمنا بالتفصيل على القصاد على الجانب الآخر بقى الكوكرين نشرت لنا عشرين عشرين ان احنا لما قللنا الساتيوريتد فاتي أسد قلل لي 17% من risk of cardiovascular disease عملين يلغبطونا اعتقد ان الساتيوريتد فاتي أسد are just one piece of the بازل هي مجرد one piece من البازل مش هي الوحدها لازم نخلي بالنا ونبقى فوكس يعني فوكس مش بس على نيوترين تبعين ولأ على الدايات ريباتر بتاعنا كله ونخلي بالنا ونقرأ كويس الفود لابل والنيتريشن فاكس نبقى عارفين انواع الفات اللي موجودة وهي خدعة ولا لا هو كاتب زيرو خلاص ولا في حاجات تانية في خدعة وراء القصة ولا لا لازم ما ننسيش ان احنا نرجع عليه الماي بليت والهلسي بتاعته ونقدم الأكل الصحي لأقصالنا ونخلي بالنا ان احنا ناكل سمارت ونزود المونوانستوريت فاتي أسد والبلي انستوريت فاتي أسد ونلمت الساتيوريت ونبعد خالص عن الترانسفات ومندخلهاش لولدنا and thank you اشتركوا في القناة